شايفها من وجهة نظرك كانت ماشية زي او او ايه الظواهر اللي انت خرجت بيها من المباراة دي طيب اول ظاهرة الزمالك لعب بدون طريق حامد وكسب ومحسناش بوجود طريق حامد بغياب طريق حامد بوجوده يعني هو كان موجود في مطش مقالونه والزمالك خسر اتنين واحد النهاردة هو مش موجود والزمالك بيقدم الشيط الاولاني زي ما الكتاب بيقول ومستحوز بيروح عجون وبيضيع المصطفى محمد مضيع واحدة والشكل كويس والشكل فيه كرة وفيه ما فوهش تعقيدات ما فوهش كرة الورا كتير ما فوهش فولات كل ده بصدر طريق حامد لا انا بقولك دي اول ظاهرة عشان اصبص يبقى رقم واحد الزمالك عارف يكسب من غير طريق حامد اه ده رقم واحد لا وغير كده كمان الفترة اللي فاتت دي من يوم المطش من يوم ما اضطرد لما انا طلعت وقلت انه ياخد طرد انا الجمهور الزمالك بيشتمني عشان انه هو شايف انه ما فيهاش حاجة وانه هو تظلم طريق حامد وهو ما ياخدش الانزار واخد بالك وما ياخدش لما انا قلت ياخد فترد لانه هو سايف الرجل وداخل فطبعا شتيمة وازاي وربنا يصر ده مش هيلع من مطش الزمالك لقى ابو كسه هادي اول ظاهرة تاني ظاهرة لازم توقف عندها كتير ابو جبل ابو جبل ها طبعا ابو جبل من يوم ما وقف وهو وش الساعد على نادي الزمالك فرق كتير فرق يعني فيه ناس بتطلب دلوقتي لا لازم جنش ياخد يا جدعان اهدو ما كان عندك احمد الشناوي ما كنتوش تقدروا تفتحه وكنا نقول لازم ابو جنش ياخد ده مستوامش كويس وكان بيتسبب في جوانه وكان بيهرب من مطشاط واخد بالك ورغم كده كانوا برضو يجيوا لك لا 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 ما توقعوش اصلي مش عارف ايه اصور رقب واحد وعشان منتخب انا مالي وما المنتخب مصر يقفل الاول ويسد المرمى بتاع نادي الزمالك وبعد كده يفكر في المنتخب ابو جبل افضل حاليس في مصر الوقتي حاليا اه هو والشناوي الشناوي ولا ابو جبل حاليا انا من وجهة ناظر ابو جبل وخبرات الشناوي الكبيرة وخبرة دولية وبيلعب مع المنتخب انت بتسألني سؤال انا مليش دعوة انت في الوقت الحالي يعني انت لو مدارك لو ما كان حسان البدري تلعب ابو جبل مش هيقدر لو انا موجود اه هلعب ابو جبل وحسان البدري ما يقدر لا مش هيقدر طب ليه ما يقدر وربنا ما يقدر ليه ما يقدر ايوة مش هيقدر ايوة اهو حسان البدري هيش بص لو 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 ابو جبل ايه اللي هيخلي حسان البدري ما هي هيقول لك ان اخر مطشاط في اللما هو كان ماسك هو الشناوي اللي كانوا هيلعب بيه طب ايه المشكلة مع الشناوي مفيش مستوى بقى دولية الشناوي ده لسه بقاله سنة من ساعة كاس العالم بس وانت كان فين قبل كاس العالم يعني ايه بس هو ظهر بمستوى كويس جدا يا حبيبي ماشي ما اختلفتش معاني انت حسن البدري قلت لك الاتنين كويسين انت بتقول لي من يوقف من وجهة نظرة مجابل ايه بس انت قلت لي ان حسن البدري مش هيقدر مش هيقدر ليه وربنا ما هيقدر كده هيقول لك اخر ما تشط معايا هو لعبها حتى لو مستوى اعلي من كده ما يقدرش يقعدوا عشان جبهور الاهلي والسوشال الميديا بتاعت النادي الاهلي واللجان الالكترونية بتاعت النادي الاهلي ايه بس حسن البدري ما بيفكرش بالطريقة دي كله بيفكر بالطريقة دي كله بيخاف وكله بيعمل حساب للسوشال ميديا مش هنتحك على بعض يعني ايه مش هنتحك على بعض ما تعد بقى خلص لا مش هعدي انا بسألك سؤال انت سألتني سؤال ردت عليك لو انا مدير فني هتوقفينه وطلق ابو جبل عشان فاجئ ايها ليه بقى انت قلت لي حاجة تانية لا لما انت بتقول لي لو انت ما كانت تصامي البدري السوشال ميديا الوقت كله بيخاف السوشال ميديا ليه ده هي دلوقتي بتتحكم يتمشي العيبة يتمشي مدربين يتقعد العيبة يتقعد جهاز فني يتقعد مجلس ادارة فعشان كله بيعمل مليون حساب طب يبقى بالتالي انت حردك يعني بنفس الفكر دوته ولو موجود يبقى حردك برضو هتخابك من السوشال ميديا ما كنتش قلت الكلام ده ما انا لو بخافك ما كنتش قلت طيب